انا بصراحة مش جاي اقولك اي حاجة جديدة بس كلنا مقاطعين المنتجات الامريكية ومنتجات الدولة اياها ولكن في ناس ممكن تكون مش مقدرة قيمة المقاطعة دي وعارف ان الكلام ده قريدي انت سمعته للوقت 100 مرة ولكن في ناس بتادي تنسى و بتادي ترجع تاني تجيب المنتجات اياها تاني فغلينا اقولك يعني ايه مقاطعة ازاي ممكن تفيد القضايا بتاعتنا والمقاطعة دي ممكن تعمل ايه في المستقبل المقاطعة هي انك تبطل تشتري او تستخدم او تدعم منتجات من شركة معينة او مؤسسة معينة زي شركات المواد الغذائية والالكترونيات او ايه حاجة بتستخدمها عمتا في حياتك بشكل يومي ليه بقى ممكن تقاطع شركة او مؤسسة ده مثلا ممكن يكون عشان ليهم توجه غير انساني او داعم لفكرة متطرفة او لمؤسسات ارهابية زي الناس اللي احنا عارفينهم كويس والمقاطعات كمان ممكن تكون لأسباب تانية زي مثلا ان الشركة الفلانية بتستخدم مواد ضرب البيئة وضرب السكان بجانب مصانعها او ان الشركة العلانية بتعامل الموظفين بتاعتها بشكل غير ادمي ولكن لأسباب واضحة جدا احنا عارفين احنا بنقطع ليه حتى وليكن ان المنتجات دي بتتقفل او بيتصلع منها جزء في مصر لان ده مش مبرر لان من الاول هي اصلها جاي من مكان معين انت وانا عارفينه كويس والهدف الرئيسي ان الاسهم بتاعت الشركات دي تقل وبالتالي تسبب خسارة فادحة للناس دي وبالتالي دعمهم للدولة اياها يقل ويكون صعب ويكونوا عارفين ان بدعمهم للافكار المتطرفة دي هيخسروا الماركتشير العربي بالكامل ولما ده يحصل الدولة اياها هتكون اضعف والمؤسسات والشركات هتبطل تدعمها عشان ينجوا من طفان المقاطعة فيه حاجات بنقدر نقطعها زي مثلا المواد الغذائية وبكل بساطة ليها بدايل جودتها كويسة وفيه حاجات تانية ممكن تكون جودتها اقل شوية ولكن ارجوك افتكر احنا بنقطع ليه مش بنقطع عشان نبدله بايه وافتكر ان اهلك ما عندهمش لماية ولا غاز ولا اكل ولا كهرباء ولا شرب ولا اي حاجة ولا حتى انترنت عشان يقولوا ان احنا عندنا المشاكل دي كلها وكل اللي احنا بنشوف على النت ده ده ما اعتقدش ان هو يجي جزء من اللي بيحصل في الواقع كل دي مجرد محاولات للأسف فيه حاجات تانية وبنقدرش نقطعها زي الالكترونيات مثلا بس نقدر نوقف شراءها في الوقت الحالي الا لو كان الوضع الكارفي وانت فعلا محتاج ان انت تشتري الاداة دي عشان شغلك او اي ان كان بس مش هيحصل حاجة لو ما جبتش احدى ستريفون موجود او حاجة معينة نفسك فيها وخلاص لما نفضل نعمة ده مدة طويلة هيكون فيه ضغط على الشركات والمؤسسات وبالتالي هذه الشركات والمؤسسات هتضغط على الدول المعنية انها تضغط على الدولة اياها انها توقف هذه الابادة العرقية اللي بيعملوها دلوقتي وممكن ده يكون سبب الاطاحة بالدولة دي ككل ولما نبتدي نستخدم الموارد والمنتجات المحلية في كل الدولة العربية نبتدي الاقتصاد بتاعنا يكون افضل والمؤسسات بتاعتنا في نفسها تكتر وبالتبعية هيؤثر على اقتصاد الدول بتاعتنا ويرفع سائر العملاء بتاعتنا قصاد الدولار وبالتالي تقدر ساعتها دولنا ومؤسساتنا وشركاتنا انها تدعم اهلنا زي ما هم بيدعموا اهليهم ولذلك المقاطعة لازم تكمل وتكمل لوقت طويل جدا جدا حتى لو هنفع انها هتكمل للابد وللمرة التانية بقول يا ريت يا جماعة ما ننساش احنا بنقطع ليه مش بنقطع ايه وبديله ايه وبعد فترة احتمال كبير كريم عبدالعزيز كان يبقى عنده حقا ونبقى ارجعنا فعلا بس دلوقتي